موسيقى 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 كابتن أحمد موسيقى موسيقى الموسيقى أنا أكرمنا إن شاء الله معه. أنا في بداية المسلم كنت ألعب وأعود وألعب وأعود إنما من ساعتما كابتن أحمد جي وأنا بقدت فيه استمراريه أكتر في الملعب فيه وقت أطول فبالتالي كنت يعني ابتديت أجي بجوان أصنعا عندي هدف وأربع أسستات وهو إن شاء الله يعني الأربع جولات الجايين أقدر أحسن أرقام إن شاء الله. بالنسبة لي أنا أفضل لعب في الدورة كابتن عبدالله السعيد طبعا يعني أنا بشوفه الأكثر تأثير في الملعب على المستوى للجماعي مع الفرقة وشكبالة طبعا كابتن شكبالة لعب كبير مؤثر دايما في الملعب فيه لعبة كتير زيزو فيه لعبة كتير جدا ماشية بشكله كويس جدا إنما أنا بشوف كابتن عبدالله السعيد يعني هو الأبرز يعني أنا بلعب صنع ألعاب وجناح يمين وجناح شمال بس هو المكان يعني المفضل يعني هو الجناح اليمين يعني هو الشغل فيه على طول يعني. شايف إيه سبب تفوق الزمالي خلال الفترة الأخيرة وأنه إدر بشكل كبير قرب من حسم الدور منه؟ والله استقرار الفني جوه الفرقة وطبعا يعني التوفيق كان معاهم وهم أكيد يعني أنا معرفش أنا مش وسطهم فأكيد هم في حاجة بيعملوها هي لموصلهم لده. تجربتك الحالية مع نادي سيراميكا لو قلت لك قيم لي التجربة بشكل عام ما تقيمها إزاي؟ أنا بشكر طبعا النادي لأنه هو مقدم لي كل الدعم ويعني أنا مرتاح جدا هنا في النادي وهنا النادي يعني يعني النادي جميل ومن ناحية لو هتتكلم ناحية الإمكانيات فهو موفر كل لحاجة للفرقة ولل... ولو انت تفرجت يعني عادتين بشكل عام يعني كل الناس تقريبا بتحب تستنى ماتش سيراميكا بتحب تستنى تفرج على فرقة سيراميكا في الملعب وده بيرجع طبعا مرضود الإدارة على الفرقة وأنهم دايما يعني بيحاولوا يوفروا كل طرق وصبل النجاح للفريق. تكلمني بقى عن علاقتك بزمالك في الفرقة يا منت كمان يعني الفريق سيراميكا مليان يعني مدجج بالنجوم زي محمد إبراهيم باسم مرسي شادي حسين أسماء كبيرة جدا موجودة علاقتك بيهم؟ والله كلهم لعيبة كبيرة ويعني أنا على المستوى الشخصي معهم أنا بيحبهم جدا سواء كان كابتن محمد إبراهيم كابتن باسم كابتن عامر كابتن شادي الصراح كلهم لعيبة كويسة جدا دعموني دايما دايما عايزيني يكون أحسن حاجة في الملعب أحسن حاجة بقدمها للفريق وليه أنا كشخصه دايما بيدعموني ويتكلموا معي فدي حاجة بتدفل كتير جدا يعني. مصطفى عزة أسألك عن حاجة مهمة جدا وهي لو جالك عرض من فريق مصري وجالك عرض احتراف أي وما تفضل أن أنت تستمر في الدور المصري ولا تحترف؟ أكيد طبعا الاحتراف بالنسبة لي بقى رقم واحد أنا عندي عشرين سنة لسه فطبيعي أنا أكيد أكيد يعني هكون بفكر في الاحتراف رقم واحد بالنسبة لي ولكن يعني الأصلح هو اللي هيكون إن شاء الله يعني فيه الاختيار وكده ليه بقى سموك ميسي؟ أطلقت علي وأنا صغير وأنا لسه في أكاديميات الكورة أطلقت علي فما طلعت فكان أول كابتن لي الله يرحمه بقى كان يسمونه كابتن أبو العلا اشتركوا في القناة VERY ُكَ أع BB أع gene أعب 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 شكرا